منذ عام 2016 وحتى اليوم تستمر ميليشيا الحوثي بمحاكمة 36 مختطفا لديها دون أي مسوغ قانوني في محاكم صورية لا تتمتع بأي شرعية قانونية تلفق الاتهامات ضدهم بعد إخفائهم وهم المدنيون الأكاديميون والصحفيون المختطفون من منازلهم ومقار أعمالهم وتحت التعذيب المستمر والحرمان حتى من الدواء والغذاء أجبروا على الاعتراف بجرائم لم يقوموا بها وفي حال تحدث أحدهم كما فعل الدكتور يوسف البواب في جلسة المحاكمة في إبريل الماضي عما يتعرضون له فإنه يختفي تماما ويحرم من الزيارة وحتى من حضور تلك الجلسات الأمهات هنا وفي واحدة من وقفاتهن المتكررة بصنعاء يناشدن بإيقاف انتهاكات الميليشيا بحق المختطفين المبعوث الأممي هو من يخاطبنه الأمهات هذه المرة خاصة وأن هؤلاء المختطفين هم جزء ممن شملهم اتفاق ستوك هول اتفاق تبادل الأسرى الذي لم يحقق فيه جريفت أي تقدم يذكر وعلى العكس ها هي الميليشيا تزيد من فضاعة جرائمها وعلى مرأة ومسمع من العالم تمارس بحق المختطفين أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وخلال الأسابيع الماضية وبعد أكثر من عامين على جريمة اختطاف الستة والثلاثين مواطنم وبدأ محاكمتهم محاكمة هزلية قام الحوثيون بمنع السيارات عنه ومنع إدخال الطعام والردوية والملابس وإخطاء الدكتور يوسف البواب منذ جلسة المحاكمة بتاريخ 2 إبريل 2019 إيقاف المحاكمات السياسية والانتهاكات الجسيمة هو ما طالبت به الأمهات وناشدت المنظمات الحقوقية والدولية الضغط من أجله ويبقى إنقاذ المختطفين وإطلاق صراحهم مطلب الأمهات الذي لا يسمع